السلام عليكم ورحمةه هبل تعالى وبركاته أحد متابعيك من السودان سبحان الله وصل صيت كافر مغربي إلى السودان سودان الجنوبي أم الشمالي وربما هذه الإعانات التي وصلت للجنوب من أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه ما رأيك بعلامات الساعة ربما تقصد الساعة الصغرى مثل تطاول العرب في البنيان وغيرها وكيف يرى المسلمون أنها تحققت ومسألة النبوآت أتكلمت عنها كثيرا مسألة النبوآت هي مسألة تتكرر دائما وهذه المسألة لا تتكرر فقط في الإسلام وإنما تتكرر في ديانات كثيرة ليست خاصة بالإسلام أظن من الفرقة التي تهتم ربما أكثر بمسائل النبوآت هي فرقة شهود يهوى شهود يهوى في المسيحية هم يعني ممكن أن تقول طاب يعني هم ملوك التنبوآت والنبوآت وبصيفة عامة المسيحية تعتمد على النبوآت كثيرا فقبل الإسلام كانت مسألة النبوآت مسألة مهمة جدا في القديم لأنك تحاول أن تثبت صحة شيء ما بإثباتي أن النبوآت تحققت هل لإنسان عاقل لإنسان يستخدم المنطق ويستخدم الدليل أن يؤمن بهذه الخزعبيلات لا لماذا؟ لأن أولا النبوآت هي فضفاضة هذه مشكلة النبوآت ومشكلة النصوص عامة النصوص الدينية عامة سواء تعلق الأمر بالإعجاز أو ما يسمى بالإعجاز أو مسألة النبوآت هي نصوص فضفاضة أو فيك يعني ليست قاطعة وليست واضحة ولو كان الهدف هدف كاتب هذه النبوآت أو قائل هذه النبوآت هو أن يوصل حقيقة ليس فيها أي شوائب فكان من الممكن أن يذكرها مباشرة أن يقول كذا وكذا وكذا سيتحقق كذا وكذا وكذا يعني بصورة واضحة لا أن يكون الأمر فضفاضا لأن الكثير من الأمور ممكن أن تتنبأ بها وليس أمرا صعبا يعني ممكن لإنسان مثلا دارس أعطيك مثال إنسان عنده يعني دارس علوم سياسية وعنده يعني فهم لمنطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا مثلا وعنده معلومات وعنده متمكن من سياسة المنطقة وتاريخ المنطقة وكل شيء هل ممكن أن يتنبأ بأمور نعم ممكن أن يتنبأ بأنه سيأتي يوم من الأيام سيكون في صراعات مثلا في الجزائر أو في المغرب أو تكون هناك حززات هنا أو هذه الأشياء ليست بنبوءات فأنت تعتمد على معطايات عندك هي المعطايات موجودة عندك فأنت تستنتج من المعطايات الموجودة أن شيئا ما سيحصل مثلا أعطيك مثال فيما يخص الإسلام محمد في المدينة حصل المسلمون على أموال كثيرة كثير من الأموال أموال القوافل وبعد ذلك نهب اليهود في المدينة والغزوات فيستطيع الإنسان يستنتج لأنك ترى مثلا هناك أحاديث تتكلم عن أموال أموال التي تأتي من الفيء ومن الجزية هناك أحاديث تتكلم أن المال كان موجود في المسجد يعني أخذ الصحابة الأموال وبقيت أموال كثيرة يعني كان جبال من الأموال فهل ممكن أن أستنتج أنا مثلا أن كمحمد هل ممكن أن أستنتج أن كثرة الأموال ستؤدي بالناس أنهم سيكون عندهم ملابس فاخرة سيكون عندهم سكن فاخر سيكون عندهم أشياء لم تكن عندهم قبل هل ممكن أن أستنتج ذلك؟ نعم ممكن سهل جدا أولا الأموال متوفرة وثانيا رأيت أنا في مناطق أخرى التي فيها ناس أثرياء وكيف يتعاملون وكيف عندهم بنيان عالي وكيف عندهم ملابس مطرفة وكل هذه الأمور فهي مسألة استنتاجات هي ليست مسألة مسألة يعني أنه أتى بشيء جديد غريب لم يعلمه أحد قبل فأنا أقول دائما يعني النبوء إذا أردنا أن نتحقق من نبوءة ما يجب أن تكون هذه النبوءة واضحة وأن لا يخطئ صاحب النبوء في أي نبوء لا يخطئ في أي نبوء مثلا أن يأتي إنسان ويقول لك الآن يقول لك مثلا أن الهند أنا أعطي مثال فقط ليس أظهر هذه النبوء بشكل يعني شكل واضح أن الهند بعد خمسين سنة من الآن في التاريخ كذا وكذا وكذا يعني في 2067 مثلا يعطيك يعطيك التاريخ سيغزو الهنود من الهند سيغزو أمريكا وستصبح أمريكا دولة هندية هذا مثال واضح ليس فيه ليس فيه استنتاجات ليس فضفاض ليس مر يمكن أن تفسره كذا وكذا وكذا يعني الكثير من الأمور حصلت الكثير فلماذا لم يتنبأ بها اليسوع أو يتنبأ بها محمد الكثير من الأمور التي كان ممكن للإنسان أن يعطي تاريخ معين ويقول كذا وكذا وكذا ضرب الكعبة بالمنجانيق لا أدري كثير من الأمور كان ممكن أن يتكلم عنها إذن المسائل للنبؤات نبؤات فضفاضة زد على ذلك أن كل مؤمن يتشبت بنبؤاته ويسخر من نبؤات الآخر فإن كان المسلم مثلا يؤمن بنبؤات الموجودة في دينه والتي يعتبرها نبؤات فلماذا لا يقبل نبؤات المسيحي لماذا لا يعبد الآن المسيح أو يؤمن بالمسيح بما أن هناك نبؤات عن المسيح في العهد القديم وأنه سيكون إله وأنه سيكون كذا وكذا وكذا فلماذا لماذا تعمل غربلة للنبؤات مثلما تألت الإعجاز تماما أنت تؤمن بإعجازك لا تؤمن بإعجاز الهندوسي لا تؤمن بإعجاز المسيحي لماذا ما الفرق لا يوجد فرق الفرق هو في المسلمات فقط أنت تم تلقينك الإسلام في طفولتك والآخر تم تلقينه دين آخر فعنده انحياز لجانب دينه فقط هذا كل ما في الأمر عزيزي طيب الاسم فرزازة اسم غريب عديب أخي شام بعد سنين طويلة من البحث من تتبع سؤال جريء للأخ رشيد ولبرامج اللا دينيين أدركت خرافة الأديان سؤال بسيط لو فكر فيه كل مجدين بعقلانية لترك الديانات غير مأسوف عليها السؤال الفلسفي هو ما ذنبي إن لم أقتنع أطرح عليك عزيزي هشام فكرة في مخيلتي ولو أن الفكرة صعبة ويلزمها وقت وأناس يساعدونك أن تبحث في كتب الديانات الأخرى عن إعجازات علمية أظن أن اليوم موضوع اليوم هو الإعجاز أليس كذلك كل مباشر يكون فيه موضوع ما هو المسيطر فأحيانا يكون الجنس أو السياسة واليوم هو الإعجاز فربما كل رسالة فيها إعجاز أو إعجازان في كتب الديانات الأخرى عن إعجازات علمية حتى تثبت للمسلمين زيفة دعاءاتهم وتبين لهم أن حتى باقي الديانات فيها خرافة اسمها إعجاز أتمنى أن تتكلم عن النسبة الذهبية خصوصا مكة وما يتدوله المسلمون حاليا من تقرير لقناة تلفزية عن تفتح أظهار بالآذان تحياتي وليحفظك هوبل أولا أنا أحذرك من هذه المسائل هذه المواقع البائسة فيجب دائما أن تتأكد من الأمر يعني لا يكفي أن يقول لك وجدوا هناك أو عالم نسيت اسمه لا نريد اسم العالم ونريد اسم التجربة ونريد أين هذه التجربة ونريد أن نطلع على الورقة العلمية التي شرح فيها هذا العالم هذه التجربة وهذا الأمر يجب أن يقوم به المسلم كذلك ليس فقط غير المسلم ليتأكد من هذه الأمور لأنه لا يمكن أن تقبل أمور خارقة هكذا دون تمحيص دون بحث فهذا الأمر غير جيد غير عقلاني ولن يوصلك إلى أي معلومات حقيقية أما بخصوص مسألة الإعجاز تكلمت عن الإعجاز هناك إعجاز في الهندوسية خطير جدا أنا تكلمت عنه قليلا لا تحتاج أن تقرأ كتب يعني ممكن أن تكتب فقط أكتب في محركات البحث أكتب فيديك ساينس فيديك ساينس أكتبها هنا ربما حتى تظهر لا أذر لوحة المفاتيح تتحول عندي إلى العربية لا أذر لماذا أصبح عندي الحاسوب من بني هاشم فيديك ساينس أصبح مسلما صبأ عن دين آبائه وأجداده فيديك ساينس فيديك ساينس ستجدون العجب العجب يعني كتب الهندوس فيها إعجازات عجيب عجيب جدا عجيب يعني إذا قارنتها بإعجازات أو ادعاءات الإعجاز عند المسلمين فلا مجال للمقارنة لا مجال يعني تنبهر تنبهر من إعجازات الهندوس انبهار يعني يتكلمون عن عمر الأرض مثلا يعني عمر الأرض يتكلمون أن عمر الأرض مليارات يعني مسائل مسائل خطيرة جدا لكن هنا المشكلة هو أن المسلم حتى لو قرأ عن هذه الإعجازات كما قلت لو قرأ عن هذه الإعجازات عند الهندوس فسيقول ماذا سيقول للمسلم سيقول هم يلون أعناق النصوص هم يفسرون هم يؤولون وكأنه يتحدث عن نفسه عندما يتعلق الأمر بإعجاز القرآن أليس كذلك فأنت تفعل نفس الشيء يا مسلم أنت تلوي أعناق النصوص أنت تؤول أنت تحاول أن توافق بين اكتشاف علمي وكلمة موجودة في حديثة وفي آية أنت تفعل نفس الشيء فلماذا يعني تعاتب الهندوس على ذلك ولا تعاتب نفسك إذن الموقف المنطقي هو أن لا تؤمن لا بإعجاز الهندوس ولا بإعجاز المسلمين ولا بإعجاز المسيحيين لأن كذلك الإعجاز العلمي في الكتاب المقدس هناك كتب وهناك ناس يهتمون بهذا الأمر لكن الموقف المنطقي هو أن لا تؤمن بهذه الخزعبلات لو كان الإله فعلا هذا الإله أو ما يسمى بالإله موجودا فعلا لكلمنا يعني أضعف الإيمان لكلمنا عن الديناصورات وكلمنا عن الحيوانات التي انقرضت وكلمنا عن أمور لا توجد في الشرق الأوسخة وتوجد في أماكن معروفة إله القرآن يتكلم عن ماذا؟ إله القرآن يتكلم عن الإبل يتكلم عن البعير يتكلم عن الدباب يتكلم عن أشياء الموجودة في المحيط الذي يعيش فيه لكن إن كان هذا الإله هو خالق الملاير من المجرات فكان من الممكن أن يخبرنا عن أشياء يعني أضعف الإيمان كان يخبرنا عن عن تاريخ الحيوانات البشر تاريخ الكرة الأرضية والنجوم كان ممكن أن يحدثنا عن النجوم مثلا ما هي هذه النجوم لا يقول أنها أنها زينة سماء الدنيا لأن هذا طبعا فكر سادج وخطأ لكن كان ممكن أن يوضح أمور بسيطة جدا يوضحها بكل بساطة لكن لم يفعل ذلك فهذا الأمر من الأمور التي تحسب ضدها طبعا فيما يخص النسبة الذهبية تكلمت عنها المرة السابقة أظن يعني كتب حتى بعض الإخوة على الفيسبوك مثل أخ نجيب نجيب المختاري وكذلك أخ آخر وضعوا منشورات في الفيسبوك يوضحون فيها خطأ وهراء ما يسمى بالنسبة الذهبية لمكة أو الكعبة وضعوا تفاصيل هناك أظن لو تعودوا لهذه المنشورات سيكون أفضل فكله هراء في هراء طبعا سأضع فقط اسم الشخص حتى لمن أراد أن يطلع على الفيسبوك وكذلك أظن مروان مروان المحرزي كذلك أظن وضع منشور فيه بعض التفاصيل في هذه المسألة جميل نتابع آه تفتح الأزهار أنا لا أعلم شيء عن تفتح الأزهار بالآذان فمن العالم الذي قام بهذا الأمر ما هي التجربة العلمية وفي أي ورقة علمية نشر هذا البحث حتى أطلع عليه وحتى أعمل تجربة أنا بنفسي فالمسألة سهلة يعني سأأتي ببعض الورود الأزهار من من أزرع بعض الأزهار عندي هنا وفي المنزل وأدن عليها أنا أؤدن يعني لا أحتاج حتى أن عندك أزهار طيب أدن عليها نعمل تجربة العلمية الآن الأخ وينغو يعني أدن عليها الآن وأخبرنا إن تفتحت أم لا الله من المسائل المضحكة المبكية صراحة ترجمة نانسي قنقر